السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعين جريدة المغرب الحر اليوم كانت واجدوا في مدينة القنيطرة واحد السيدة اللي كانت مشاركة واحد سكنة هي واحد السيدة جورة يعني كي عارفها كيفاش عانت في الموت ديال الزوج ديالها ودك شين وهي غادي تعطينا التفاصيل شنوا واقع عليها السلام عليكم وعليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم أنا الاسم ديالي حياة أرمالة وعندي ربعا ديال لبنيات احنا كنا سكن في البنية العشوائي من اللي توفى الراجل شاءد الأقدار وتوفى خرجونا واحد لبقاعات خرجونا واحد لبقاعات مو يا من اللي انتم مكن ما تعرفوا ومات الراجل وعندي ربعا ديال لبنات صغار ما لقيت لا باش نبني ديال البقعة لأولو وكان حدا يوحد شجار كان جار يعني بينات نغي شي جوز رايبت قريبان ولا ثلاثة شاف الظروف ديالي كيفاش دايرا وولد فن حتد فينا وولد فن الراجل اللي 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 يدو وكل شي يعني الامور مش عالي الدوشة في دراري صغار وتاهو وخرجت له بقعة بقاو هكا وخحتة تريبنا ودك شي يعني ما تفرقوش عليا بقاو كي يجيوا عندي كمشي أنا الخدمة كان مكون كمشي نديل الميناج في الديور وعادي كان جي لكل قام راتوا في الدار جايبوا ابناتها وكلقاوهم في المحل اللي أنا سكرينة تلقاوهم تمام وهم ما تفرقوش عليا يعني بقاو بقاو معاي هاكا واحد النار قال لي حايت انتي ما عندك بش تبني وانا ما عندي تأنار ما عندي بش نبني انحايدهم الكرانتي غات نبيع ووحدة ونشرك وحدة قلت له واخح تأنار قهرني الكراء وتأنار عندي انتك تشوف الظروف ديالي كيفاش دايرا فعلا اخوتي بيعت بقعتي قال لي بقعتك جاتل داخل حق شوية وهادي وأنا اللي بقعتك جاتم موجهة قت بيعي ديالك وغان بني ديال قلت له اخوة ما في عباس بيعت بقعتي بيعت هذه الوقاية ب 18 مليون انص في 2013 18 مليون انص بيعش بيعتها هذه الفلوس كي شديتها سلمت لديك السيد سلمت له وفيده واربي يشاهد عليها هذا الكلام لك أقول را ما تنكذبش فيه وراعي لا شافهو الفيديو غايشوفو ويديك ساعي قول لله هايت را كذبتي علي في شي حاجة ما كنكذبش علي تفشي حاجة واربي يشاهد عليها أعطيته ذلك الفلوسات موما الفلوس منعطيته له لن أدرت معها تلاشي ورقة أبدا سلمت ذلك الفلوس كي سلمها لي ليشراع من عندي البقعة سلمتها له هو مشيتها كان خدمتها ندير الميناج في الديور كان خدمت الفلوس قد عنده سروا واحد لو قايتها مشتكاتب معي قلت له الحسن مشي انتكتب علي ذلك الفلوس اللي اعطيتك مشي انتكاتب عليها مشينا تكاتبنا عليها درنا هذة الورقة هذي اقتفاق اخوتي كي يقول فيه بالله هذة سيدة اعطيتني القدم الفلوس ما تعرف عيد سكون وعندها النص ملفوق حتى تلتحت وفمو ووسيق مسيني عليه ومجليزي عليه فمو عندي حتى الاصلي راه بقي دابة في القيادة باقي الاصلي ديال هذا بقي في القيادة الدابة راه مازال قاد الامور بحالك اخوتي بنينا سالينا من ادرنا هذة اسميته قلنا غتشيو من اللي تبنيه تسالي وترجعه وتشوف شكون غياخد الفوق شكون غياخد التحت وذيك الساعة ترجعه وتعود الكتابة يعني هذة الورقة هذي تعني بلان انتو ممشروكين هو يقدر يدخل عندك في البرط ما دياله وانتي تقدر يدخل عنده في البرط ما دياله منش اما من بعد غتشيو تفرقه هذيالي هذيالك من الأخوتي تبنيت الدار وطلعت وذلك الشي السيد في حالة لا هو ولا مراته جاعوك طمعوك ما تنظلن اخدامه وعجباتهم الدار مهم حالة بغني يلا نتكاتبوه يلا تقولي لا ما كتساليش صافرة ما كتساليش ذلك الشي اللي عندك را ما عندك شواله في السطح ولا في الدراسة السفلية تقولوا اتقال الله الحسران ادرت في اكتيقه وهذه اتقال الله قال لي يلا مهم بقوها كالناس يوريوني يقولوا يشوفر ادري شي حلم السيد ديال عند القايد فعلا ديتو عد القايد استدعاء القايد عاد بجا بغي يعود معي الكتابة هذي هذي الكتابة هذي اخوتيها هي باش بغي يعودها معي مليد عند القايد كانت ثلاثة مليون هذي كتابة هذي كان ديالة وصلاتي ولكنك ما أدري شاية طيب عليك واخذ دوره كيف تزيع شراءة جهاز وظيفة نعمت به ذلك 3 مليون كتابة زياد ذلك ترى انت وحدة وانا وحدة بارك اعلينا لا اكلفت عليك لماذا كتابة تقال الله هيك شراء را مليون وانا أنتك لا تعرف وانتظر أنه لا أعرف ذلك الزمن وانتظر على نفس الخصوص وانتظر أنه يزال في إحضار أمي وانتظر أنه يريد أن تجد أن تجد أن تكاتب معك أو لا يداريش وليس لدي الشخص وانتظر أني لم أكن أقوم بإحضار أمي وعندما تكاتب معي والذكاء رجعنا للدار بحال مرداش ندي عند القايد وانا اخوتي مديتو عد القايد على حقي ما شكيتش به القايد مثلا تكرفس عليا وشي حاجة شكيت على حقي باش يتكاتب معاه مردى ولا مرتو ولو كي عنفوني كمشي الخدمة تنجي لقى البنات معايرين بنت الكبيرة كتاعي الله عندشي عشر سنين وطلعة فتناشر عام هكا تحشكم كتاعينا بالكلام اللي ممزيانش الفاعلين تدركو محشكم الدراري راهدي راهدي تحشكم كتاعي من الخدمات اللي قامت يشكيوا عليها مرة تكرفس عليا ونطلع على السطح هذه الصورة باش ضربوني تكرفس عليا ونطلع على السطح طلعها ونطلع على الحويج دي لبنات تعرضت لي هي ورجلة هي ورجلة تكرفس عليا بجوجه هو بحجرة وهي بديع بجوجه ما خلوش هدوك الناس اللي مداروش حتى من الحويج كان علقهم دي لبنات حاش يكون ذاك شي تحتاني ما تلقاش دي لبنات ما تلقاش الحويج حاش يكون البول ودك الشي وكتخلطوا ترمي على الحويج بالعاني باش يكرروني في ذلك الدار ونخرج منها بأي وجه نكان حتى من تشطيبة كتهبطها وتحطها لي قدام الباب حتى من حاش يكون الذبال جيتخوي لي احدى الباب حتى من اللي ما تتهبطوا من من سطح من الفوق وتهبطوا بتشطيبة بتشطيبة وجيوا تخشي لي من تحت الباب من تحت الباب تدوزوا لي حتى من احد خالتها جات وعرات لي كرشة في حالك وقالت لي انضرب عليك كرشة وهذا الشي ما كان قوله انا ربشة هادة الجيران وحضروا الجيران كون ما حضروا ذاك النار الجيران كون ضربت علي كرشة ومشيت للحبس كوراني باقى الدابة كن باقى في الحبس الدابة حضروا عالجيران وطلعوا الناس وقالت يقولوا حشو ما هادة شي لك تدريفة السيدة والله يتعى رح شو معليكم وهذا وقالوا له حق رام شون شهدوا معا فالبوليس على هاد الشي عد باش تراجعت السيدة وعد باش عد باش احتى البنات اللغة مثلا كتبه اغندي لشي فيديو يعني باش نأكد الكلام دي يعني باش ما نكذبش ولكن البنات ديك الساعة صغارة يالله جاهدوا بقواوا يتباكوا ويتغوتوا ماما ماما وطلعوا الناس ما مخوتي هاك بقعت مئا يا الامر بحالوك بقوا كل نهار كيديرو وكل نهار يتكرفسوا عليا صافي مليت كنشوف ابنتي كي مرضوا قدامي وانا تنشوف انا يمرت نفسانيا انتمشي الخدمات تمشي لندروب دامرة ونجلقهم كرفسين عيد عيد ديال بالصح ما بقى يبالي يتحل ما بقى يتحل شدت هذه الدار رهنتها وخرش من تمه رهنت هذه الدار وخرش من تمه بقى هو مستغل هذه السفلية من 2014 هو مستغلها حتى يومي خرجت من ذلك الدار كريت واحد البلاصة هنا وليت او ثاني من تمه تحولت هنا وقعت مكلفته من هناك واحد نارة نخدامة في القهوة حتى جاب لي البوليس خرجوني من الكوزينة قالوا لي يا راه واحد سيد كتر تلزد المليون وما بغيت يشعطي فلوسه وتشدت علي اخوتي شهر ديال الحبس وذلك الفلوس وقسموا بالله لعالي العظيم لا اخذ منا منها ولم يتحدث من ذلك الهاتف سيد باطل وقسموا بالله وليس اخذت منها شريال وقسموا بالله وجنزل وقد قد أعطيها لي وحتى القيادة لم يعطيها هذا الشيء ما يصل على أنhoon بالتعطير ülremo على المقابلين أو شمال! لم أكراكم ميزانين تلبس Lateral en منائك لقد قلت لك عن القائد بحل ما ارضاهوش. ما ارضاهوش لهو ولا مرتو. وانا ما اديتو مع القائد على حقي. على حقي اديتو. ما اديتوش على شي حاجة اخر. ماذا كنت تبغيت؟ لماذا كنت تبغيت وجه هذه الرسالة؟ أنا أريد وجهة الرسالة للناس المسؤولين. وكان وجهة استلحموا شيء خاصة. وكان وجهة الجلالات المالية. كنت ترى هذا النداء من هذه الرسالة. هذه الرسالة تدعني في فوق القانون. حقرني. حقرني واحد الحجرة التي لم لا يلاحد ولا قد. لماذا انا يا حيث امرأة؟ حدرت فيه التقى وبعت بقعت وعطيتها له. حيث بغيت نقود لك البنات. لا أريد أن نقود لك البنات. وليخفت منه وضعت فيه. بقعت يضاعت بيتها. والسيد متع مع رأسه حل قرش قدو كيف حل له. وكريم عمره سلعه. ونصف الدار كريها. بوحده. وتشيد الفلوس. والدار لم يكن لديه الحق يكريها بوحده. لم يكن لديه الحق يكريها. برتي بيش يدعوه بخصوص هذا الشيء الذي يوقع لك مع ذابه؟ دارت بيدعوه. ودخلت موحامي موحامي بقى طاع بيها. وانا أخوتي مانديش. والله ما عندي دربع شهرة. ماني أخدا. ما عقاسه في الدار. ما تحكمت له هكا لهكا؟ ما عادي طالع بيها حقا اليوم غداجة كورونا بقى غالس ما نزيد وزيد. خرش لوحد العاون القدائي. أنا اللي خرشه. خرشه. أنا خرشه. ما خرشه. ما خرشه. ما خرشه للمحامي. وما لقيت باش نكمل. ها هو خرش للعاون ولكن ما لقيت شخوتي باش نكمل مع ذاك سيد. ما عندي لها باش نطلعوه ولا باش نبط. وانا عندي ربعادي اللي بنات. ومسؤولي يسعي بوتي قرعوه. حتى البنت الكبيرة عند الباكة هذا العم. العم جي كان عندي يكون عند الباكة. وقال صراك تشوفيها. ما لقيت اللي باش نقرره. هلاش أنا دار ينتكر فاسم منه. ليش؟ ليش؟ خرج من دار ديانك وكاريان. خرج من دار ديانك وكاريان. هذه البرطمة مقالة آلج دياني. ولكن خرجوا لأي شي باش خرج منها. عمركم أخوتي انتم ما قرزين ودلقوا البول في الباب. دلقوا حاجة يقوم الزبل. ما في زي غير البركات وكاريانه؟ بدأت الاقتراف بسيطة. وما كان تشحوا يقوم الغرجة؟ حتى كان يتنقيم كبيراً اي شي بشكل بشكل مقالة مقالة. حتى كان يكان يتنقيم كبيراً لأنتهه في الكراوات. الان التي عندها لم يكن 8 سنين على المرهة في سابين لا تقررها لكن أمرأني المرهة من أتقررها في السابين البنية الصغيرة عندها 8 سنين. لماذا أنت تحرم إنك تكترين بحك؟ ولا شفح أنت من 2013 اختي؟ النمر لا يريدك عدة ثلاث للم complejo سيدني 13 ما لم تريدك ان تتقرير تقرير ب Bryan كنتم لذلك الشر و إنك تعليه منتراتم مرة اعطيت لك الفلوس لما لا يمنحه وللما لا يمنحه و و أنا أشرح أن اختارها أحم�� نشع perceived لم يكن لدي الحل ولكن ابنتي مرضت لي بالأعصاب ولكن كانت بيال الطبيب لديك الفلوس اللي راها انت بيع ما نهبها هكو ما نهبهوك خسرتها على الدرية ولا تطيح لي في الأعرض هذه النار ما خليت هنا فوقها جاو وما خليت تحجها الجيران يقولك هنا ولا تطيح لي هيا كانت تطيح لي بالأعصاب دمام المشاكل ولكن قدامهم ما تنبغيش نبيلهم تعمق نضحكوا وهادي يعني باش ما زيدوش يتعقدوا لي ما زيدوش يمرضو زيدو منطاري قدام قداش خويتها باش ما يمرضو ليش ابناتي باش نهربهم زيانة باش ما يمرضوش باش ما يدعو ليش ابناتي باش نطلب يا أختي نطلبت سيدة عطاني حقي ويعودني في ديك الدار كاملة دكسينين كاملة اللي استغلها ويعطني دموجيه دي الفلوس اللي ماخديتش وصفتني إليها للحفز ماخديتاش عيثنت إليها غصبا عليها ما لقيت تحل حتى حل ما لقيتوش لاحب الله والأخبات إلا بالله العلي العظيم كيفما كتشوفوا أختي المغاربة داخل الوطن وخارج الوطن هات السيدة هذي كتعاني واحد لمعاناة اللي هي قوية وكنت منها من الله ومن الناس المسؤولين اللي كيشوفوا هاد الفيديو هذا باش يشوفوا هات السيدة هذي ويشوفوا المتطلبات ديالها باش يتحل هاد نيزاع اللي ما بين هاد صاحب الملك اللي مشاركه وياها يعني هيارة مشاركة الملك بجوج بهم وكنتمنى أم الله باش يستلقوا هات السيدة هذي وياخذوا لها الحق ديالها في أقرب وقت تحية اخوتي اخوتتي دمتم في رعاية الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة